بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقة وأستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مشاهدين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكالعادة في برنامجنا من القلب ولكن عنوان هذه الحلقة هو مختلف عن بقية العنوين لأن إن عيشوا في هذه اللحظة وفي هذا اليوم وفي هذه الليلة حدث عظيم فالله سبحانه وتعالى استفى من الأعوام واصطفى من الشهور أشهر واصطفى من الأيام فالله سبحانه وتعالى استفى من الأيام ليلة القدر هذه الليلة وهو عنوان هذه الحلقة ليلة القدر هذه الليلة مباركة ليلة اجتهد كل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والعلماء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اجتهدوا على أن يبلغوا هذه الليلة ليلة خير من ألف شهر وصفها القرآن لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره أي شمر ديه كما نقول نحن وأيقظ أهله قومهم من النوم رأوا هذه الليلة ليلة مباركة هذه الليلة ليست كبقية الليالي و لذلك المسلم الكيس يجب عليه أن يغتنم هذه الليالي لازم يغتنم الله سبحانه وتعالى جعل مواسم للمسلم منها ليلة القدر شهر رمضان فضله الله سبحانه وتعالى بقية الأشهر لعشر الأوائل من ذي الحجة التي أقسم الله سبحانه وتعالى فيها قال والفجر و ليال عشر الله سبحانه وتعالى جعل يوم عرفاء يوم مغفرة للذنوب لذلك المسلم يجب عليه أن يغتنم هذه الأيام يجب هذه الأيام والليالي لا تمر مرار الكرام لا ما تتعدى شكياك لازمنا نحن المسلمون وأنتم أيها المشاهدون أنتم لازمكم تعرفوا أن هذه الليلة ليلة مباركة وهذه الليلة يجب علينا أن ندرك هذه الليلة ولكن اختلف العلماء في هذه الليلة قالوا ليست ليلة سبعة وعشرين من رمضان وهذا الراجح ولكن بعض العلماء قالوا لا هي في كل ليلة فردية يتنجم تكون ليل تسعة وعشرين وإلا ليلة ثلاثة وعشرين وإلا ليلة خمسة وعشرين وإلا ليلة سبعة وعشرين وإلا ليلة تسعة وعشرين وقال بعض العلماء إن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وتعرش علىها وين يا في واحدة وعشرين يا واحدة وعشرين حتى لثلاثين وهذا يحث الناس على أن يدرك هذه الليلة وبكل صراحة أميل لهذا الرأي أنها في العشر الأواخر أن الإنسان يجاهد نفسه في هذه العشر الأواخر وسيجينا بعد ثواب هذه الليلة من أدرك هذه الليلة فهي ليلة خير من ألف شهر المسلم يحاول يجاهد نفسه في رمضان لأنه العشرين الأولين من رمضان هو صايم بداية ويظهر عليه التعب ولكنه الله سبحانه وتعالى يحب المسلم أنه يبلغ المراتب العليا قال وراءه منذلك كان عشر أيامات وعشر ليالي من رمضان هاني بش نعمل لك فهي ليلة هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر أي خير من ألف شهر مع أنت حسبياً 84 سنة عبادة تصور أنك تعبد الله 84 سنة ساجداً لله وأنت صائماً قائماً لم تفعل ولو معصية 84 سنة ورسول صلى الله عليه وسلم قال مقدار عمر أمة ما بين الستين و خمسة و ستين في السبعينات فما بالك أنك 84 سنة عابد لله سبحانه وتعالى بالله عليكم أي خير هذا فماشي دين خير من دين الإسلام أنك تعبد الله 84 سنة عبادة قائم لله فما بالك إن أدركت ليلة تلقدر في رمضان هذا ولا رمضان الجاي ولا لنبعد أليس خير من عند الله سبحانه وتعالى لذلك الذي قال العلماء الذي يأتي يوم القيامة أسمو بالله أسمو الذي يأتي يوم القيامة وهو من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله الذي يأتي اليوم القيامة وهو من أمة الرسول وما عندوش ولو شفاعة قال لا خير فيه لا خير فيه للأجر اللي عند المسلمين ولجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان والإنسان يجتهد في هذه الأيام المباركات كي يبلغ هذه الليلة قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر أي خير من عبادة 84 سناء عابد لله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال العلماء تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم والروح فيها بإذن ربهم قال هنا الملائكة هم الملائكة قال ينزلون في هذه الليلة يتنزلون أي الملائكة الكل هبط في هذه الليلة قال والروح قال هو سيدنا جبريل ينزل في هذه الليلة المباركة قال أن السماء لا تسع لهؤلاء الملائكة السماء معاش نجم تنزل الملائكة الذين ينزلون في هذه الليلة المباركة ماذا يفعلون يستغفرون للذين يجدونه قائما يصلي أو يتلو القرآن أو يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الليلة ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حاميم والكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فيها يُفْرَقُ كل أمر حكيم فيها يُفْرَقُ كل أمر حكيم أي أن الله سبحانه وتعالى يفرق في هذه الليلة ويكتب أعمال العباد ورزقهم ويشنوه بشي سير لك هذا تعدى لي عام باهي لماذا؟ قال لأني جاهدت نفسي في العشر الأواخر من رمضان ربي افتح عليه بالرزق وثم ناس جاء ما جابتش وبعد ولت أنجبت عندها أولاد كلها رأي أسباب الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأسباب لذلك ذو القرنين اتبع سببه أخذ بالأسباب أنت أيها المسلم عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تترك عاقبة أمرك لله سبحانه وتعالى لذلك ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ألا تحبون أن يغفر الله لكم ما تحبش ربي يغفر لك ذنوبك عليك أن تدرك هذه الليلة ليلة مباركة لازم الإنسان يحث نفسه على هذه الليلة قال يغفر الله له ما تقدم من ذنبه من أدرك هذه الليلة ومن أدرك هذه الليلة فقد فاز فوزاً عظيماً والذي قعد راقد وفي الصهريات ويتفرج على المسلسلات هذا سوف يندم يوم القيامة لذلك الله سبحانه وتعالى قال كل نفس بما كسبت رهينا الله سبحانه وتعالى يتحدث في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً كل إنسان سوف يحاسب يوم القيامة سوف يحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لك فرصة الله سبحانه وتعالى يمدلك في العمر بتاعك وهذه نعمة من عند ربي أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن أمد في أنفاسك أن أدركت ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر الله سبحانه وتعالى قال ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر كما احنا يقول لك ويا حدراني مشيت لك البلاسة وبل بلاسة قال الله سبحانه وتعالى قال ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر شيء عظيم الله سبحانه وتعالى يفتح فيه الخير ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس تلهاوا بالدنيا و بمفاتن الدنيا و نسوا خير الله لذلك أدعوك أخي في الله يلقاعة تتفرش فينا تو و تسمع فينا أدعوك أن تدرك هذه الليلة هذه ليلة مباركة ما زال ما فاتش ما زال ما فاتكش الخير كن سباقا إليه أن تأخذ نفسك و أهلك على طاعة الله سبحانه و تعالى لذلك أمنا عائشة رضي الله عنها و أرضاها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف محلاهم كانوا يسألوا في الرسول كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة و كبيرة قالت له يا رسول الله إن أدركت هذه الليلة فماذا أقول يا رسول الله إذا رب عم علي وأدركت هذه الليلة ليلة القدر فبماذا أدعو يا رسول الله اشنو ندعي فانظر جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إن أدركت هذه الليلة فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا أجمعين يا رب العالمين هذا هو الدعاء الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته إن أدركت هذه الليلة ولذلك العلماء نظروا في هذا الدعاء أسمع بالله عليك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لأمنا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني لماذا لم يقل اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي يا أرحم الراحمين قال العلماء فرق كبير بين العفو والمغفرة أي ركز معايا يا سيد فرق كبير بين العفو والمغفرة قال المغفرة أن تأتي يوم القيامة وكتابك تلقاه قدامك وتبدأ تقرأ آه فعل حسن صلى صلاة الصبح صلى في جماعة تصدق عمل عمرة حج تكلم في فلانة سرق مد ديخ كلا عرفه فكله كذا تقرأ في كتابك قدامك أمام الله سبحانه وتعالى شوف الخزي الإنسان يعيش بالمذلة يحاسب فتلقى كل ذنوبك الحسنات والسيئات ميزان يضع الله سبحانه وتعالى الميزان فترى الحسنات وترى السيئات والله سبحانه وتعالى يقول لك عبدي قد غفرت لك ذنوب خذوه إلى جنة عرضها السماوات والأرض الله على رحمة ربي قال يا رب هذه سيئات كثيرة قال لقد قلت في لحظة لحظة صدق مع الله سبحانه وتعالى اللهم اخفر لي ذنوبي يا رحم الراحمين يا رب العالمين فها قد غفرت لك ذنوب انظر إلى ذنوبك فقد غفرت لك كل ذنوب هذا هي المغفرة أما العفو فرق كبير بين المغفرة العفو أن تكون يوم القيامة ويوضع كتابك فلا ترى إلا الحسنات ترى كالحسنات أي أنك ترى قيام الليل والصلوات والسيام والصدقات وفعل الخير وكلمت شارك وعاونت وصلحت بين الأزواج ورأيت الحسنات الحسنات وليس هناك أي سيئة ما فماش سيئة إلا إثم الصحيفة صحيفتك بيضاء كلها باليمين ما فماش بالشمال ما فماش فتستغرب أمام الله تقول يا رب إني فعلت كذا وكذا تبدأ الترجع في روحة تقول أنا أعملت وفعلت أو اتكلمت وفكيت وحملت فتستغرب أنك لا تجد ذلك أمام الله فادخلوا يا رب لماذا علاش قاله قال ذلك لأنك في رمضان وفي ليلة القدر من عام كذا في شهر كذا قلت بصدق وقمت لله سبحانه وتعالى قمت لله في هذه الليلة وقلت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فقد عفأت عنك فمحوت عنك كل سيئاتك الله أكبر على رحمة الله الله أكبر على رحمة الله الله سبحانه وتعالى خلق مئة رحمة أنزل رحمة إلى الدنيا فتتراحم بينها الناس هكذا تشوف الأم خايف على ولدها والحيوان خايف على ولده الرذيع وهذا خايف من رحمة وحدة تقاسمتها كل الناس وكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ترك تسع وتسعون نخلة تسع وتسعون رحمة تركها الله سبحانه وتعالى ليش اليوم القيامة لكي يغفر لعباده أنت عليك أن تتوكل على الله وأن تحسن الظن في الله وأنت في هذا الشهر العظيم وهذه الليلة المباركة عليك أن تقومها إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى هذا المطلوب منك أنك تحسن الظن في الله وأن تستغفر الله وأن تتوب الله تتوب لله سبحانه وتعالى كي تكون من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة قال صفات ليلة القدر صفات رجح حلماء فها ترجيح قال ليلة تكون هادئة ساكنة وتكون على البيام تحس كما هاش سوداء حكا فيها من البيام وتنزل فيها التمأنينة تحس في روحك مرتاح وتحس في روحك عندك الساكينة والتمأنينة وهذه الليلة قالوا فجرها فجر تلك الليلة عندما تطلع الشمس لا يكون فيها شعاع قوي يطلع قرص الأحمر دون الشعاع ثم يأتي شعاع الشمس لذلك الإنسان لفطرة في نفسه قد يعلم هذه الليلة وتكون ليلة الإنسان يرتاح البال بتاعه لسيما إن كان يريد أن يدرك هذه الليلة ليلة مباركة ليلة القدر خير من ألف شهر لذلك إخوتي في الله أسيكم على أن تغتنم من هذه الأيام لأنك لا تعلم إن كنت من أهل رمضان أم لا يشكون يقول لي هو من أهل رمضان العام المقبل لا يعلم الغيب إلا الله إن كانت هذه فرصة ربي سبحانه وتعالى يجعل لك الفرص الله سبحانه وتعالى يجعل لك ويمد لك في عمرك باش يغطيك هالفرص كي تغتنم هذه الفرص وأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن تقترب إلى الله في هذه الليلة المباركة وهي ليلة يستجاب فيها الدعاء فلكل أمن مع بعضنا وندعي ربي سبحانه وتعالى عسى أن يكتبنا من أهل ليلة القدر اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مزيد اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا أجرها ولا تحرمنا بركتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفق المسلمين اللهم وفقهم يا رب لليلة القدر ولا تحرمهم ليلة القدر اللهم بلغ شبابنا ليلة القدر واهديهم إلى صراتك المستقيم يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت ربنا إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل سيامنا اللهم وتقبل قيامنا اللهم وتقبل صلاتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا وأن تراضن عنا اللهم وبلغنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وكل من قال معنا آمين 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 يا رب العالمين إخوتي في الله وفي لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة